في الفيديو اللي هنا هودع السؤال بتاع المهندس او المهندسة اللي لقيته مكتوب على اليوتيوب متعلق بالقاميد او الخلايا اللي انت شايفة بتاعت القاميد اللي هي بتبقى على الماس فدلوقتي المشكلة انا شايفها ان هنا الفيس غلط لازم تتعود مش بس عشان الماس عشان اي حاجة بتعملها اي كتلة لما انت بتيجي تعمل حائط الحائط ده البلان بتاعه هو الليفل نفسه اي ليفل فانت بتختار الليفل 1 2 3 والطالب هنا مسامق بشكل كويس فاهو انت بتختار الليفل بتاعك فمافيش مشكلة طب انا عايز اعمل كتلة سيلندر بادوس موديل ان بلايس هقول تصنيف الحوائط اي اس هختار شكل اكستوجن السيلندر دي هتلاقيها على المستوى الاول صح اهي يبقى قبل ما بعمل اكستوجن او انا بعمل اكستوجن في عندك ست يبقى بدوس ست بك الوش ده وهو بيديك حدود الوش هنا هيعمل على السطح المائل ده اهو كليك دلوقت لو عملت اكستوجن هنا هتلاقيه على السطح ده شايفو بقى مائل وهكذا لو عايز اعمل كتلة على الوش اللي هنا نفس الشيء يبقى انا سواء قبل ما بعمل اكستوجن او انا بعمل اكستوجن او ادوس اكستوجن هدوس على الست وادوس على بيك واختار الوش ده واعمل اي شكل انا عايزه اي فرم وهكذا هي دي نفس المشكلة بتاعت المهندس او المهندسة اللي سألني عن الماس اللي هنا الشكل ده انت لو دخلت جواه لازم تعمل سلكت للوجه بشكل سليم فالوجهة عندي هو ده هدوس على الست بعد ما دوس على الست بتاكد اني جايب الوجهة بشكل سليم دلوقتي بعمل موديل لاين على الوش ده اللي هو الشكل ده من هنا لهنا طبعا انت هنا في خطوط دخلة ببعض انت ودي عامل خطوط شكلك تاكد بس اه في خطين اصلا هنا معمولين وهعمل بس خط من هنا لهنا هما دول كده سلكتد اهم ده بتاكد اهم كليك عليهم الحلقة تشين سولد فرم اهو على الوجه بتاعك خلي ثقنس بتاعهم عشرة اهو باترين المقاس بتاعك اتفقنا بنخليه دستانس هنا شوف بقى الخلية اللي هي عملها او اللي هو عمله مش فاكر كام 180 في 100 هاجي هنا اتاكد ان الخلية دي هتكون 180 مية بس دلوقتي كل هعمله هاجي هنا load into project وادوس كليك هنا واخطى الخلية اللي انا عملها ثاني طبعا هنا اه انا عكست يبقى المفوض ايجي هنا اكتب هنا مية واكتب هنا بي الشكل ده بس اهو القامد عندك طبعا بقى تعمل justification بتاعك center او start او begin او end يعني والزاوية وهكده عايزة كامل الناحية التانية نفس الفكرة بادوس على set باخد الوش ده وبدوس على big line هنا هتلاقي موضوع متعب شوية لو مش بتعمل isolate الخط طبعا انت بتكون شغال thin line طبيعي فتلاقي الخط عندك شايف اهو يعني هنا عشان اجيبه وهيتداخل مع الجزء التاني فانت ممكن تمسك ده تخفيه بشكل مؤقت h h اهو خافيته بشكل مؤقت وده متبقي عندي هدوس دلوقتي انا already بشتغل على الوجه ده هدوس على big ودوس على الوش من هنا لهنا لهنا وهكده نفس اللي عملته بالنسبة لي الوجه ده اشتركوا في القناة